طيب إلى أن يحدث ذلك يعني نتساءل سيدهاني لماذا تحاول أمريكا ربط المعونة بمسألة ما يقال أو ما يسمونه هم حماية الأقباط 30 يونيو أجهد مش أقول مخطط ولا نظرية معامرة لكن التصور كان موجود عند دولة المتحدة الأمريكية وعند الغرب بشكل معين في العلاقات ما بين إسرائيل وبعض الدول العربية اللي على أسائل في مقدمتها مصر وإعادة سياغة للوجود الفلسطيني في المنطقة بغض النظر احنا موفين على هذا التصور أو لا التصور ده اتصرف عليه فلوس اتصرف عليه الدراسات اتصرف عليه ترويج إعلامي وماركتينج يتعمل له شغل وقت ما ابتدى يتنفذ انت أجهدت الفكرة كلها وبعد ما كان فيه تصور لتقزيم دور مصر ومصر تبقى حليف تابع انت بترجع تاني تبقى لاعب رئيسي في المعادلة السياسية في المنطقة وعلى مستوى العالم ده بيترطب عليه ان هم بيبتدوا يستخدموا أدواتهم أحد أدواتهم هي المعونة فييجي بقى كارت حو الإنسان ييجي كارت حرية الفكر ييجي كارت المسيحيين بعد شوية ممكن يبقى كارت البدو بعد شوية بقى كارت النوبيين المسليين أي كارت هيتم توظيفه سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي المهم بيخدم الخطة بتاعتهم للترويج الإعلامي لكن التأثير اللي عندنا مش مجرد تأثير ان احنا مش موجودين كمان تأثير في الحديث بنفس المنتاليتي بتاعتهم بنفس ذهنيتهم الفكرية احنا بنخطبهم بلغة هم مش بيفهموها يعني ما اجاولهم ايه وده كلامنا مش موفق عليه بالمناسبة مفيش مشاكل في مصر المسيحين المسلمين زي بعض اوكي انا ضد لفظ اضطهاد طبعا لان الاضطهاد ده دلالات كتير ولكن في مشاكل ايوة في مشاكل في ناس لازم تتحاسب ايوة ناس لازم تتحاسب احنا عندنا تأثير في حق نفسنا في تصدير المعلومات الخاصة بالمشاكل والمحاسبة بتاعتها